اهلا بكم منذ الاعلان عن فتح باب التطوع للمساهمة في التصدي لفيروس كورونا كوفيد نايتين سارع المواطنون والمقيمون الى التسجيل في المنصة الوطنية للتطوع حيث فاقت اعداد المسجلين في الايام الاولى 30 الف متطوع مؤكدين الروح الوطنية المعطاء والتكاتف والتعاضد الذي ابداه الجميع والذي به وبتلك الجهود مجتمعة ستتخطى البحرين كافة التحديات التي تمر بها وليس فقط فيروس كورونا وحول هذا الموضوع يسرنا ان يكون معنا في استوديو البرنامج كل من ابراهيم راشد من جمعية الخالدية الشبابية وايضا حسين ابو نصيب من جمعية مركز سماهيج الاسلامي للحديث عن دور المتطوعين وتحديدا الشباب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ابراهيم راشد من جمعية الخالدية الشبابية وحسين ابو نصيب من جمعية مركز سماهيج الاسلامي وحسين ابو نصيب من جمعية الخالدية اشلون بديتوا التطوع حتى قبل ما الدولة تعلن رسميا عن وجود منصة شنو كان الهدف ما لكم ليش هذي الفزعة اللي مو غريبة على شباب البحرين طبعا جمعية الخالدية الشبابية دائما سباقة في المبادرات الشبابية والوطنية طبعا الجمعية رأت ان صاحب السمو الملاكي الامير سلمان بن حمل الخليف ولي العهد نائب رئيس المجلس الوزراء اول طبعا ما نزل في غرفة العمليات سموها الله يحافظة عدد جميع الجهات اليوم ان تكون شريك في هذه الازمة ومن ضمنهم اللي هو القطاع الاهلي اللي احنا طبعا ننضوي تحته وعلى طول الجمعية ترجمة هذه التوجيهات من سموها الله يحافظة واطلاقنا فريق الخالدية التطوعي ونشرناه على السوشيل ميديا على الصحف المحلية ولله الحمد لقيت نقبال كبير من شباب وشبات مملكة البحرين وخاصة من الطباء اللي يوم في الفترة الاخيرة من الصين انهم حابين يشاركون في هذا الموضوع ويتركون بصمة واضحة في هذا الفيروس اللي طبعا اشتاح مملكاتنا والله يحفظ طبعا مملكاتنا ولله الحمد وفي خلال اربعة ايام استقبلنا اكثر من ثلاثمائة متطوع من جميع التخصصات من الطباء ومن الاي تي ومن الاداريين طبعا لا ننسى جهود نائب خالد بوعنك الذي هو احتوى الموضوع وقدم الاسماء والمراسلات الى نهرة ونهرة يزهم الله خير لقال منهم تعاون وعلى طول اخذوا المتطوعين وبادروا بالاتصالات واول المتطوعين اللي شاركوا اللي هو طبعا في محجر الحد كانوا موجودين ولله الحمد احنا سعداء جدا ان احنا يعني من اواء الجمعيات التي بادرت في هذه الازمة وتركت طبعا بصمة طيبة وما زال طبعا التطوع احنا كجمعية طبعا فاتحينا عندنا ونستقبل المتطوعين ونرشدهم ان هما يبادرون الان بالتسجيل الى طبعا المنصة الوطنية قابل التسجيل عندنا والان احنا كلنا طبعا تحت مظلة المنصة الوطنية نعم يعني انت لما بديته في تاريخ ثلاثة ثلاثة كان باب التطوع الرسمي من خلال المنصة الوطنية اللي في خمسة عشر ثلاثة الى الان ما استوقف فكان في البداية عن طريق الجمعية وفي مركز سمهيج انتوا تعاونتم مع جمعية الخاردية انطويتوا بعد تحتهم باعتبار انهم لهم خبرة اكثر في ذي المجال كلمنا عن تجرباتكم بدايتكم شون كانت تطوير احنا هو المبدأنا طبعا كان في تخوف شنون بداية المرض شنون احنا نكون فريق او شيء فمدرة جمعية الخالدية من درجنا تحتهم فجمعية الخالدية قدموا كذا دورة طرشنا احنا كذا شخص من عندنا من جمعية مركز سمهيج وده الشينا هي الخالدية الشبابية فجمعية الخالدية الشبابية قدمت دورات التعاونية جمعية الهلال الاحمر البحريني دورة السعافات الاولية وعقبها من هذه طبعا بداية شهر ثلاثة وهي جمعية الخالدية الشبابية وصلنا الى نص شهر ثلاثة طلقت المنصة نصة العمل التطوعي من منصة الوطنية التطوعية ومن درجنا تحتها وده الشنية الدفاع المدني في دورات وباشرب كذا عملية التعقيم في سماهيج وده جميل يعني لما فتحت المنصة الوطنية التطوع هي جهة رسمية ومضلة كبيرة تشرف عليها اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا وطبعا بتوجيهات من سيري جهة الملك ومباشرة يعني من سماهي العهد فالأمور واضحة بس انتوا لما بدايتوا ما خفتوا في البداية يعني قبل هذي كله الفيروس غريب المرض غريب ما نعرف شون ينتشر كانت للحين في ذاكرتنا مجرد الصور والفيديوهات كنا نشوفها من خارج البحرين يعني لما انتشر في الصين بداية ما كان فيه تخوف ما كان فيه عند الشباب تردد يعني هل بادروا بمثل هذه الشجاعة والروح الوطنية طبعا أخوي بطلال طبعا شباب البحرين معروف عندهم ما شاء الله عليهم شجاعة ويحبون وطنهم ويحبون قيادتهم الرشيدة فاحنا حتى كنا نسمع من الآباء سابقا عن البطولات اللي سطرواها الشباب البحرين عن الشجاعة في جميع المجالات الوطنية فأحنا بعد كإدارة جمعية أصلا كنا مستغربين كيف يعني هالشباب وموضوع كورونا موضوع وباء لا يرى بالعين المجردة ما أنا عرف شون ينتشر في ذاك الوقت ما أنا عرف شون يعني نقي نفسنا منه لا الحين أمور مبواضحة وعجزت عنها أصلا الدول العظام عجزت عنها حتى إيجاد العلاج واللقاح لكن شباب مملكة البحرين فعلا يعني عندهم شجاعة غير طبيعية ما عندهم مشكلة يعني حتى مستعدين يضحون برواحهم عشان هذه المملكة الغالية وطبعا نحن كلنا معاهم ولحد نحن طبعا مملكة البحرين بتوجيهات جلالة الملكة الله يحافظها وجهود ولي العهد الله يحافظها ما زلنا الآن إحنا يعني كمملكة وكدولة مستقرين عالميا ولله الحمد ولله الحمد حنا لما نقول تطوع ما نتكلم بس عن عملية تطهير الشوارع أو المباني أو غيره متطوعين موجودين في الصفوف الأمامية من أطباء كانوا متقاعدين أو طلبة أو من لديهم خبرات سابقة في المجال الطبي والصحي وبالأخص الطلبة نتكلم عن اللي موجودين في مراكز الاتصالات واللي يردون على أربعة 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 وغيره لما نتكلم عن التطوع نتكلم عن كل المجالات تقريبا أنتوا أبرز المجالات اللي قمتوا فيها كانت تطهير المناطق أكثر شيء والتعقيم وين كان شغلكم في سماهيج كان شغلنا في سماهيج والدير وبادرنا بعد في قلالي يا جامعة الخالدية فكان يعني في مبادرة من الأهالي يعني شي أقول لك الأهالي أعلن نحن عن حملة التطوع أو حملة التطهير فجاءوا كذا شخص احنا علمناهم يعني احنا باشرنا في التعقيم بس كذا شخص بعد قدموا نفسهم إلى التطوع فهم مبادروا يعني هاي مبادرة الأهالي هي تشجع الواحد أن يستمر في هاي العمل وإلى اليوم يستمرين في حملات التطعيم عفوا التطهير والتعقيم بل إلى اليوم يستمرين إن شاء الله إلى أن كذا حملة قريبة إلى حملات التعقيم وإن شاء الله حميني يشرف عليكم الدفاع المدني بشكل مباشر الدفاع المدني يعطينا التأسيس يقول لنا نسوها هالشكل يعطونا شارة شارة التطوع فيقول لك أنت تقدر كقروب إذا عندك هشارة تقدر كقروب أنك تروح بس لازم تأخذ الإذن من الدفاع المدني فتعاوني نائب دكتور حشام العشيري والنائب فوضل الأستاذ فوضل العود وجامعيتنا والبلدية فأثمرت هاي العمليات التعقيم يعني تم تدريبكم وعطوكم الشارات كصفة رسمية والتنسيق مع الأماكن التي تذهبون لها من جهات المختصة من جهات المختصة بهذه الطريقة في الخالدية المتطوعين الموجودين فقط تعقيم ولا عندكم في مختلف القطاع احنا الله يسلمك في جمعية الخالدية الشبابية دربنا الآن أكثر من ألف متطوع مع الأخوان في جمعية الليلة الأحمر عن بعد عن الوقاية من كورونا كأساسيات طبعا بسيطة حق المتطوع وبعدين الله يسلمك أدرجناهم مع الدفاع المدني حق طريقة التعقيم وطريقة كيف الواحدة يعقم المكان المالي طريقة اللباس الكمام طريقة كيفية لبس القفازات الآن يعني المتطوعين موجودين عندنا عندنا ما شاء الله الآن في الآي تي عندنا الآن هما الآن في جميع المحاجر محاجر المعارض في متطوعين من الخالدية موجودين في المحاجر نعم موجودين طلبة الطب هذا ليه؟ طبعا هذا ما طلبة الطب من الصين وفيه بعد طلبة من العام اللي طبعا ما عندهم أي وظيفة بعد يعني شاركوا معانا ومازالوا موجودين ونحن سعداء أنهما الآن نحن طبعا على تواصل دائما مع المتطوعين 24 ساعة سعداء أنهما في الصفوف الأمامية ويبلغون نحن طبعا كجمعية على كل المستجدات ونحن نتابعهم وأي أمور تنقصهم يعني نحن نكون جزء من الشيء ولا نحن نساعدهم بقدر المستطاع حسب الكونيات الجمعية أنتوا على تواصل مع اللي في الصفوف الأمامية نعم يعني هل يخبرونكم شنو مشاعرهم لما يشوفون العداد قاعدة زي لما يشوفون المجتمع أحيانا يكون أكثر التزام أحيانا يقل التزام ونشوف تأثيره بعد ذلك هل يعني تتواصلون معهم تشوفون مدى الجهر والتعب ولا أنتوا بس تكلمونهم عن الأمور الخاصة بالتوزيع في العمل وهذه الأمور متطوعين دائما متفائلين ونحن دعما لما نكلمهم نحن نشجعهم أن أنتوا الآن يعني اليوم في مملكة البحرين مبواجب أنك أنك تتطوع وتوقف الآن فرض عليك أنك تحمي هذه التراب وهذه البلد يعني الشيء صار فرض بعضهم يقول لك لا نواجب علينا لا نقول فرض اليوم تحمي مملكة البحرين المملكة اللي عطت الكثير إلى المواطنين وقدمت لهم أمور كثيرة لا تعد ولا تحصى بوجود قيادتنا طبعا الرشيدة فإحنا دائما ندعمهم نفسيا دائما نقول لهم يعني يا جماعة أول شي حطوا بالكم على نفسكم يعني دائما لازم يعني تأخذون التعليمات بحذافيرها من المسؤولين ومن الدكاتر الموجودين في المحاجر ودائما يعني تبتعدون عن الإصابات لازم يعني لابس أفازك لابس كمامك بإذن الله أكيد هم يعني عندهم كل الاحترازات الكاملة متفائلين في صراحة جماعة على أعلى درجة من الاحترافية القائمين على المحاجر والمعازل وكل هذه الأمور حسين قلت لي موريد سبعة وتسعين بلى سبعة وتسعين يعني ثاد وعشين سنة تقريبا متخرج 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 تمام لما بدايت التطوع في أصغر منك أول شي يعني معاكم في أعمار أصغر من ثاد وعشين سنة في مبادرات أي يوم كنا نعقم قريطة الدير في كانوا أطفال أصغار جائية بس تما تقدر تعطيهما هالمواد لا لا أطفال ما نبينا أطفال نبينا في بيوتهم أنا نتكلم عن الشباب في مبادرات شبابية فيه شبابية في البدايات ما لقيتوا أي تخوف من الأهل يعني ما قالوا لكم لا خاف تمرضون خاف تصابون خاف تنقلون لنا العدوى ما كان في أي نوع من التخوف لا هو الأهل يشاجعونك على هاي الشي دام أنت في العمل التطوعي فهم يعطونك هم الدافع أنت شنون تتطوع وفي ناس محبطين وراك الأهل هم الدافع الأول فيقول لك رغم المخاوف عليكم كعيان رغم المخاوف يقول لك لا روح أنت خدم البلد عطي البلد البلد ذا عطيته بيعطيك فروح وقدم اللي عندك الغالي والنفيس وهي كلها دفاع عن البلد وإذا أنتوا دافعتوا عن البلد هاي الشي راجع لنا لحنا الأهل نعم صحيح يعني الفزعة والعمل التطوعي مغريبة عن البحرين وهذه من الأباء والأجداد والحمد وحتى التاريخ يعني يأرخ هذا الشي في كثير من الأمور اللي تعرضت عليها لها البحرين كان الناس بفزعتهم في ذاك الوقت ما في شيء اسمه عمل التطوع فيه الفزعة وهي اللي ترادم في العمل التطوع اليوم فكان الناس تفزع بلدها والعيال ديرتها ومنطقتها الشباب البحرين في العمل التطوعي يعني لهم سنوات طويلة يمكن أخذوا الشكل المؤسسي منذ سنوات طويلة أنتوا تلاقون دعم في العمل التطوعي من خلال المراكز ومن خلال وجودكم كأندية ومراكز نحن الله سلمك اليوم الدولة أتاحت كثير من المميزات وفتحت كثير من الأبواب منها المراكز الشبابية منها الأندية الشبابية اليوم يعني الشاب ما عنده عذر يقول والله ما في مكان يحتويني فيه جمعيات شبابية فيه جمعيات أهلية فيه جمعيات إسلامية اليوم يعني مملكة البحرين أرض خصبة في التطوع بصراحة أنه وإحنا من الدول المتقدمة في التطوع واللي ما زالت متميزة ومتماسكة طبعا اليوم إحنا مملكة البحرين أول دولة عربية فتحت باب التطوع وعقب فتحها وعقبني دولة الكويت في دول ما زالت لحين لم تفتح باب التطوع مع أننا اليوم نشوف التطوع يعني خدم مملكاتنا كثير وريح أطباءنا وريح الكوادر وممكن النقص اللي كان موجود متطوعينه قطعوا النقص فيعني حتى شعب اليوم البحرين جدا مرتاح يطلع ويروح طبعا ما أخذ الاحترازات ويطلع ويروح وأنا ما نسل الأم وعبهم يقلون في البيت أكثر إبراهيم والله إحنا نتمنى أنا دائما نتمنى نحرص عليهم شوارع فاضية أكثر من هي يعني فيها حركة خاصة في غير أوقات العمل لأن إذا ما عندك شيء ضروري المفترض اليوم ما تطلع عشان تسهل عمل المتطوعين عشان تسهل عمل في الصفوف الأمامية من أطباء من كادر طبي من كادر أمني يعني وجودنا إحنا في بيوتنا يساعدهم يساعد عمادهم كلهم وكيد أنتو أيضا يساعد المتطوعين شاركتو في أعمال تطوعية من قبل إبراهيم غيرها يعني أكيد غير فترة كورونا شاركنا طبعا جمعية مركز سماهج الإسلامية معروفة قبل هالأشياء في كذا أعمال مثلا تنظيف السواحل تنظيف مثلا المقبرة وغيرها من الأعمال يعني أعمال كثيرة ما تنسو حسيتو فرق التطوع في وقت كورونا يفرق شوي؟ بالضبط شلي يفرق فيه؟ شلي يفرق إن فترة الكورونا الناس قار عندها أقبال أكبر هاي طبعا لحسها الوطني ولا خوفها على وطنها بادرة ومبادرات أكبر من هالشكل بس طبعا هاي المبادرات نتمنى تدوم حتى إلى ما بعد الكورونا بإذن الله هالحماس إن شاء الله هالحماس إن شاء الله لكن الروح الوطنية هذي نتمنى تكون موجودة في كل القطاعات كل وقت طبعا الناس فدى لوطنها ذكي ذكي إبراهيم أنتو أكيد بعد الخالدية معروفة لها كثير من العمال التطوعية في السابق يعني هل فرق العمل التطوعي في أجواء كورونا لا تكلم بس عن أمور الاحترازية بشكل عامل النفسية الشباب لما يوني يبوني تطوعون الرغبة هل فرقت في ذي الوقت؟ نحن بالنسبة لنا كجمعية فرقت بشي كثير أقبال ليل اليوم أنا أقول لك أخي بطلال ما زالوا الناس يبوني تطوعون يعني ساعة لما نسألهم نقول تقريبا إحنا الآن يعني اكتفت الدولة بات المتطوعين قالوا إحنا برايم نبي نترك باصمة سجلوا اسمنا لنترك باصمة وفي حال أن الوطن محتاجنا فإحنا ما زلنا موجودين وأنا طبعا بطلال مانسل الوالد محمد هي طبعا من أكبر واحدة سنة هي أول واحدة طبعا بدرت في التطوع معانا وكانت بصراحة مثل جميل في مملكة البحرين ومن عقب معلنة أصلا محمد في تطوع معانا تشوفها في الجمعية وعلى رقم سنها وتعبها التي عقمت وياننا وشاركت بعد تشوفنا أن الشباب بعصادها حماس أكثر يعني لما تشوف مثلا واحد مثلا ممحمد مثال وكبير في السن لماذا نبعد من بادر ونتطوع يعني يعني ممحمد كان لها جزء أن تخفف بعض المخاوف على الشباب تشوفوها فقاري إذا ممحمد في هذا السن يعني بادرت في الأولى أن نحن يعني شيء يجعلنا قاعدين نعم يعني أنتم ما زلتم متوصلين مع المنصة الوطنية واللجنة الوطنية بالتنسيق معاهم نحن بناكدنا يعني العمل للتطوع وإن كان من خلال الجمعية أو المركز السماهيج لكن ينطوي في الأخير تحت المنصة الوطنية للتطوع نعم نحن ما زلنا في تعاون بيننا وبين المنصة الوطنية وإحنا الآن أي شاب بيينة ولا شاب بتينة بالتطوع على طول نعطيه رابط للمنصة السجل ونتأكد أنها سجلت من رابط للمنصة وعقب اليوم الجمعية بعد سوى سيستام خاص حق موضوع التطوع ونسجل بعد إحنا في الأسامي والناس المتطوعين والآن إحنا بعد أصدارنا بطايق للمتطوعين اللي طبعا دشوا معاننا حفاظا على حقوقهم في المستقبل يعني وبالعكس تربطنا علاقة طيبة مع المنصة وإحنا كلنا الآن يعني تحت المنصة وتحت فريغ البحرين الوطني بقيادة سيدي سمو ولي العهد اللي بذل صراحة مجهود كبير يعني مجهود من خلال هذه الجائحة اللي إن شاء الله ندعو الله عز وجل أنه يزيح عنه بإذن الله وترجع البحرين قوية كما كان بإذن الله إن شاء الله هذه الأمور مثل ما قال إبراهيم رح تعدي هذه الفترة لكن أعتقد تجربتكم هذه رح تظل في ذهنكم حسين أعتقد هذه الشيء من الأشياء تبقى في الذاكرة يعني الواحد يقول حتى حق عياله لأنه يعني الوباء أو الأوبية ما تحدث كل يوم يعني تحدث كل عشرات السنين يعني آخر وباء يمكن كان في الثلاثينات يمكن فيعني أنتوا اليوم ممكن هاي الشيء تقولون لعيالكم لأحفادكم إن شاء الله مستقبل صحيح طبعا هاي العمل في الجوائح أو العمل التطوعي بشكل عام هو كل مراس إلك خبرة هاي الخبرة طلاحها لمدى السنين أنت إذا ما استفدت ماديا هو العمل التطوعي ما تستفي منه بأي شكل مادي ولكن ولا الهدف منه مادي ولا الهدف منه مادي لكن أنت تكرس عندك خبرة وذاكرة وشنون تتعامل مع الظروف يعني لا سمح الله بعد مستقبلا ما ترش يصير إن شاء الله يبدع عندك البلاء الله يبدع عندك البلاء بس إن شاء الله أنت تتعامل عندك خبرة عندك رصيد وهاي يتم في الذاكرة ويبقى الواحد دائما في خدمة وطنة وجاهز في أي وقت في أي ضرف في الرخقة والشدة صح شاكر لكم شرفت بوجودكم الله يسألوك أنتوا اليوم تمثلون كل الشباب المتطوعين أكثر من 30 ألف من المتطوعين من الجنسين إن شاء الله يكون معنا في حلقات هياية من خواتنا المتطوعات شكرا 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 كما أشكركم مشاهدين على حس المتابعة وباسم الشباب هنا كلهم تحية لأخوان التطوعين في كل مجرات التطوع شكرا لكم وإلاكم شكرا شكرا شكرا